اهلا بكم الى هذه الحلقة من برنامج عالم الطاقة عوامل عدة تتداخل اليوم في التأثير على اسواق الطاقة منها من جانب كبار المنتجين وجهودهم في توفير الامدادات اللازمة لتلبية الطلب واخرى من حاجة اسواق النفط لاستثمارات جديدة لمواكبة النمو المضطرد للطلب على الخام مستقبلا ولا يغيب العامل المرتبط باعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الايراني بالاضافة الى بروز دور الاقتصادات الناشئة كلاعب رئيسي في تحفيز الطلب كالذي نراه في الهند في اخر تصريحاته تحدث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن مجموعة من الامور التي وضحت وضع السعودية حاليا واهمية ما قامت به من جهود حيث قال ان سعر النفط كان سيعود لمستويات ما قبل الخمس سنوات لو لا جهود السعودية حين كان يتجاوز المائة وعشرين دولارا للبرميل وان بلاده ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي تصبح بنكا مركزيا للطاقة واكد الفالح ان السوق قد تشهد جولة اخرى من التعطيلات غير المتوقعة في المعروض والمملكة قادرة على استيعاب اي صدمات في امدادات النفط الدولية وفي حين ان السعودية تنتج حاليا عشرة ملايين وسبعمائة الف برميل يوميا فان الفالح اكد انها تستطيع انتاج 12 مليون برميل يوميا وتوقع ان تزيد انتاجها الشهر المقبل منذ نشأتها في سبتينيات القرن الماضي لعبت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك دورا محوريا في قطاع الطاقة العالمي فالمنظمة ضمت كبار منتجين نفط في العالم لتصبح مسؤولة عن 34% من انتاج النفط الخام العالمي يوميا والبالغ حجمه قرابة 100 مليون برميل كل يوم ولا يتوقف الامر عند هذا الحد فان دول اوبك تستحوذ على 82% من احتياطيات النفط المؤكدة عالميا والتي تبلغ اكثر من تريليون ومائتي مليار برميل وهي تمثل كمية النفط التي لم يتم استخراجها بعد من باطن الارض وتضم اوبك في عضويتها 15 دولة من كبار المنتجين في العالم وتنفرض المملكة العربية السعودية بمكانة خاصة كونها من الاعضاء المؤسسين وكذلك تحتل المركز الاول كاكبر منتج للنفط المنظمة والمركز الثاني عالميا وتعد امدادات السعودية من النفط الخام امرا حيويا بالنسبة لسوق الطاقة العالمي فهي تنتج اكثر من 10 ملايين برميل يوميا منها 7 ملايين برميل تم تصديرها الى الاسواق العالمية العام الماضي وستظل اوبك احد اهم اللاعبين الرئيسيين في اسواق الطاقة خلال العقدين المقبلين مع توقعات بمساهمتها بـ 44% في امداد العالم بالنفط والغاز والمنتجات البترولية الاخرى بحلول 2040 وربما ارتفاع اسعار النفط باكثر من 40% منذ بدء تنفيذ اتفاق خفض الانتاج بين اوبك والمنتجين المستقلين في يناير العام الماضي اكبر دليل على مدى تأثير المنظمة في توازن الاسواق تواصل صادرات ايران النفطية الانخفاض مع اقتراب العقوبات الامريكية التي ستفرض اعتبارا من الرابع من نوفمبر في حين اكد المبعوث الامريكي الخاص لايران ان الولايات المتحدة ما زالت تستهدف وقف صادرات النفط الايراني تماما ولا تتوقع ان يكون لهذا اي اثر سلبي على السوق لانها تتلقى امدادات جيدة ومتوازنة هذا وافادت بيانات خاصة بالنقلات ومصدر في قطاع النفط بان تركيا وايطاليا هما اخر مشترين للخام الايراني خارج الصين والهند والشرق الاوسط في علامة جديدة على ان الشحنات تتضرر بشدة مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الامريكية نلقي نظرة الان على تطورات حجم صادرات النفط الايراني منذ اعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي في شهر مايو الماضي واعادة فرض العقوبات على ايران اذا منذ مايو 2018 اعلن الرئيس الامريكي دونالد تروب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واعلن عن اعادة فرض عقوبات مجددا على الاقتصاد الايراني منها عقوبات على قطاع الطاقة ستوضع حيز التنفيذ في بداية الشهر القادم كما تلاحظون على القائمة احجام الاستيراد مع العلم ان الصين استحوذت على ربع الصادرات الايرانية في النصف الاول تأتي الهند في المرتبة الثانية بنسبة 23 بيئة المئة ثم الدول الاوروبية ب20 بالمئة من حجم الصادرات من طهران ثم كوريا الجنوبية ب11 بالمئة الى اليابان التي استوردت خلال النصف الاول 5 بالمئة من حجم الصادرات النفطية الايرانية وللحديث اكثر عن اسواق النفط العالمية نرحب بضيفنا الان من واشنطن خبير الطاقة في هاريتش فاونديشن السيد نيكولاس لوريس اهلا بك معنا سيد نيكولاس عبر سكاي نيوز عربية اود ان نحيط بداية بالمعطيات والامكانيات التي تجعل من اوبك اللاعب الابرز والمؤثر الاكبر باسواق الطاقة العالمية ما هي هذه المعطيات نعم اعتقد بان هالامر يتعلق بامرين الاول هو طبعا كمية الموارد التي موجودة تحت الاراضي دول اوبك اذا هناك طبعا ثروة كبيرة كما انهم قد نظموا انفسهم لوقت طويل الآن ولذلك اعتقد بان لديهم محفزا اكثر لتعاون فيما بينهم وايضا لتعزيز ايراداتهم فيما انهم طبعا لا يراقبون تماما السوق النفط العالمية لان هناك العديد من الدول الاخرى وطبعا اغلبية منها منتجة اذا هذا يجعلهم طبعا منظمة فعالة جدا بالنسبة للانتاج وايضا للتفكير في المستقبل او الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل سيد نيكولاس هل ترون ان اسعار النفط ترجمت مسبقا عملية العقوبات الجديدة التي ستطبق مجددا على قطاع الطاقة الايراني وهل من انعكاسات متوقعة بنوفمبر القادم علما انه كان في تصريحات عدة من مسؤولين في الولايات المتحدة تطمئن الى ان السوق لن تتأثر والامدادات ستبقى موجودة وهناك دول تمد السوق بالطلب اللازم او بالامدادات اللازمة في كل وقت حينما طبعا يتم اخراج بعض النفط من السوق فطبعا الاسعار ترتفع ولكن هذا يتعلق بكيف يترد المنتجين فمثلا اذا تحدثنا عن مليون برميل يوميا اذا اخرجناها من ذلك او مثلا مليون ونصف مليون برميل فهذا يعني بانه ينبغي طبعا تعويضه في مكان ما في السوق وربما نرى زيادة في الانتاج في اماكن مثل الولايات المتحدة التي لا تزال طبعا تستغل الوقود الاحفوري او الوقود الصخري ايضا المملكة العربية السعودية التي الان تنتج 10.7 مليون وقالوا انهم يمكن ان ينتجوا 12 مليون لو ارادوا ذلك اذا الامر كله يرتبط بكيف هؤلاء المنتجون الكبار للنفت كيف يردون على هذا على انخفاض الانتاج واذا كان هناك تغيير في الطلب ايضا فتكون هناك طبعا زيادة في الاسعار وربما تغيير العادات في الطلب الولايات المتحدة هذا كله سيكون له تدعيات موضوع الطلب مرتبط احيانا بعوامل موسمية ومرتبط احيانا اخرى بعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية الحرب التجارية الى اي حد برأيك تؤثر حاليا بالطلب وبآفاق الطلب وكان في تحذيرات على نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ هذا النمو مؤخرا اعتقد بانه طبعا هذا مثير كثيرا للقلق لاننا نتحدث فقط عن رفع اسعار الطاقة ولكن نتحدث عن زيادة اسعار الهيكل والبنية للطاقة اذا حينما يكون هناك حرب تجارية فلن يكون هناك اي فائز وخاصة الخاسرون هم الذين سيكونون طبعا المستهلك الطاقة وطبعا اذا ارتفعت اسعار الطاقة لان حتى الالومنيوم والصلب طبعا هذان مهمان للبنية التحتية للنفط ولقطاع الطاقة وحينما تكون هناك سياسات تزيد في اسعار تلك البضائع وتلك السلع فهذا سيضر بالانتاج كما انه سيضر ثقة المستهلكين وطبعا ربما المنفعة قبل اسابيع كانت بانه كان هناك ربما هذلك الاتفاق بشأن نافتا الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وهذا طبعا اعادت ثقة في اسواق الطاقة في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اي كندا ومكسيكو قالت ايضا انها ستبقي على بعض اسواقها النفطية محررة ومفتوحة للاستثارات الخارجية اذا كانت هناك اخبار جيدة من جانب ولكن الحرب التجارية والعراقية التجارية والتعريفات الجمهوركية هذه تضر القطع بكل تأكيد شكرا جزيلا لك سيد نيكولاس لوريس خبير الطاقة في هاريتش فاونديشن كنت معنا من واشنطن نذهب الان الى فاصل قصير نتابع بعده في هذه الحلقة تفاصيل عن دور الهند في زيادة الطلب العالمي على النفط حتى عام الفين واربعين ارحب بكم من جديد في هذه الحلقة من عالم الطاقة وفي الاخبار حث الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو شركات النفط على زيادة القدرات الانتاجية وتعزيز الاستثمار لتلبية الطلب في المستقبل في الوقت الذي تنكمش فيه طاقة انتاج النفط الفائدة عالميا بسبب نقص الاستثمار في التنقيب وقال باركيندو ان قطاع النفط العالمي بحاجة الى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار لتلبية الاحتياجات النفطية في الفترة حتى العام الفين واربعين وقال باركيندو ان اسواق النفط فيها امدادات كافية ومتوازنة حاليا لكنه حذر من اختلال محتمل في عام 2019 بسبب زيادة المعروض وقال باركيندو انه من المتوقع ان تسهم الهند بنحو 40% من اجمالي الزيادة في الطلب العالمي حتى العام 2040 قد تتباين التوقعات حول مستقبل قطاع الطاقة الا انها تجمع على ان الهند ستكون واحدا من اللاعبين الكبار في نمو الطلب العالمي عليها خلال العقود المقبلة فبريتش بيتروليوم تتوقع ان ينمو طلب الهند على الطاقة بنحو 165% حتى 2040 وهو ما سيعني ارتفاع حصتها من الطلب العالمي على الطاقة من 5% حاليا الى 11% بحلول ذلك العام ونتيجة لهذا النمو سترتفع واردات الهند من النفط بنحو 175% حتى 2040 لتكون بذلك مسؤولة عن 40% من نمو الطلب العالمي على النفط اي ما يعني ارتفاع طلبها من النفط بنحو 5 ملايين و800 الف برميل يوميا وفقا لأوبك وتشير توقعات وود ماكينزي الى ان الهند ستتفوق على الصين كاكبر مساهم في نمو الطلب على النفط بحلول 2024 وفي الوقت الحالي تعتبر الهند ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم وتعتمد في ذلك بشكل كبير على الواردات التي تشكل 80% من استهلاكها للخام وكانت واردات الهند من النفط قد بلغت في اغسطس نحو 4 ملايين و700 الف برميل يوميا جاء 22% منها من العراق و16% من السعودية فيما استحوذت الامارات على نحو 5% من واردات الهند النفطية تنامي الاستهلاك نتحدث عنه اكثر مع ضيفنا الان من الدمام ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الاقتصادي والمتخصص في الصناعة النفطية عبدالعزيز المقبل اهلا بك معنا استاذ عبدالعزيز كما تابعنا في التقرير هناك توقعات بنمو الطلب العالمي على نفط لسيما من الهند الذي سيشكل وفق التقديرات 40% من نمو الطلب العالمي بحلول عام 2040 كيف تقرؤون هذا النمو نسب الاستهلاك وزيادتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك استاذة رمزة والسيدات والسادة مشاهدين سكاي نيوز العربية الهند دولة استراتيجية امر الى منتجين النفط وهي ثالث اكبر مسهلك للنفط ناهيك طبعا ان الهند تملك اكبر المصافي في العالم والطاقة التكريرية للهند لا يوازيها كثير من الدول هذا من ناحية من ناحية اخرى الهند ليست كالصين على سبيل المثال عندما نقارن الدول الناشئة الهند لا تملك الكثير من الحقول في افريقيا او في امريكا الجنوبية حتى تنتج وتمولها ولذلك الهند تعتمد كثيرا على شركات استراتيجية تأتي على رأسها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة طبعا تقرير وكالة الطاقة وتكرير وحتى تقرير وكالة أوبيك اشار الى ان اكبر نمو قد يحصل في الهند اللي طلب المزيد من النفط ولكن هناك بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الهند يأتي على رأسها العملة المحلية والتي اصبحت صباح اليوم على سبيل المثال استاذ رمزه 74 روبية هندية نعم تكبدت خسائر قوية هذا العام فعلا فعلا كذلك الهند مقبلة على انتخابات قريبة ولذلك الحكومة خفضت اسعار الوقود والمنتجات النفطية التكريرية حتى تكسب الكثير من الاصوات هذه من جهة ومن جهة اخرى يعاني المستثمرون الكبار والذي وقعوا على اتفاقيات سابقة من انخفاض مداخلهم نتيجة هذا الاجراء ولذلك الاقتصاديات تغيرت خلال الشهرين الماضية ولكن استاذ عبد العزيز الاقتصادات الناشئة عموما اصبحت تلعب دور اكبر بموضوع استهلاك النفط علما ان هذه الاقتصادات وهذه الدول الناشئة تتعرض الى ضغوط معينة لسيما على صعيد العمولات كثير من عمولات الاسواق الناشئة هبط بقوة خلال هذا العام فما هي رؤيتكم لهذه المقاربة؟ سؤال جميل استاذ رمزة المشكلة التي تعاني منها على سبيل المثال تركيا هي العجز الحسابي في الحساب الجاري ايضا هي تعاني تركيا من التدفق الرأسمالي ولكن مشكلة الهند مختلفة تماما هي مشكلتها في العجز المستمر في الميزانية السنوية مقترنا اكثر بالديون التي تعاني منها بالعملة الخارجية فهي تستدين بعملات خارجية اكثر وهذا ما يثقل الاقتصاد الهندي اكثر خلافا عن تركيا والارجنتين على سبيل المثال من وجه المقارنة من هنا الهند تحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادها المحلي ثم تحديد كيف سيتم هذا النمو بنسق يحفظ للمستثمرين في مصافي التكرير الهندية والمستثمرين في القطاع النصبي واضح أستاذ عبدالعزيز المقبل الكاتب الاقتصادي والمتخصص في الصناعة النفطية شكرا جزيلا لك والآن تحول إلى ضيفنا من الكويت الكاتب المتخصص في شؤون أوبك سيد وائل مهدي أهلا بك معنا أستاذ وائل أيضا للحديث أهمية حول موضوع دور أوبك في تحقيق توازن أسواق النفط إلى أي حد ترون أن الدول قريبة جدا من الوصول بمستويات الالتزام إلى مئة بالمئة وستدعم أي نقص بالإمدادات لتلبية الطلاب المتزايد مساء الخير في البداية نسبة الالتزام الكلية هي ليست خاصة في أوبك فقط هي تشمل تحالف أوبك والدول خارجها نعم نعروف بأوبك بلس طبعا التحالف يواجه مشاكل ليس كل التخفيض في الإنتاج طوعي بل هناك دول كثيرة تواجه مشاكل فنية في الإنتاج بالمثال كازاخستان لديها صيانة في بعض الحقول هناك المكسيك عندهم مشاكل مزمنة فيما يتعلق بتراجع الإنتاج بسبب نقص للإستثمارات وتقادم الحقول هناك دول أخرى كبنزويلا والليبيا أيضا تعاني من تذبذبات بنيزويلا والليبيا هذا طبعا دول أوبك يعني تعاني من تذبذبات حادة في الإنتاج بسبب اضطرابات أمنية أو مشاكل جيوسياسية أو طبعا الآن نحن مقبلينا عن الحضر الأمريكي الحضر الأمريكي سيكون على إيران وعلى بنيزويلا طبعا هناك تفاؤل بأن نسبة الاتزام الكلية لهذه الدول سوف ترتفع أو سوف تنخفض وتهبط إلى 100% من 123% حاليا هذا تفاؤل طبعا موجود ولكن في ظل العقوبات على إيران وفي ظل النقص المتوقع من النفط البنيزويلي يعني أحنا الآن مكالة الطاقة الدولية وتحديدا يعني الرئيس التنفيذي لها فاتح بيرول حذر أنه ممكن إنتاج بنيزويلا أن يصل إلى مليون أو أقل في الأشرة القادمة إذا ما استمر الوضع في بنيزويلا على ما هو عليه في هذه الحالة سيظن نسبة الالتزام فوق المئة في المئة ولن يكون بسهولة أن نرى نسبة مئة في المئة من سوف يساهم في خفض نسبة الالتزام الكلية إلى مئة في المئة؟ طبعا متأكيد الدول الكبرى في التحالف التي هي السعودية والدول الخليج العربية العراق روسيا لكن الأمر ريسي بهذه السهولة نعم نحن لا نريد الكلام بنظريات نريد أن نتكلم الآن بالأرقام روسيا تنتج الآن 11.3 مليون برميل السعودية تنتج 10.7 مليون برميل ولم يبقى في طاقتها الإنتاجية سوى مليون وثلاثمائة برميل دول مثل الإمارات زادت إنتاجها بشكل كبير دول مثل كويت طبعا زادت إنتاجها لم يعد لديها بالطاقة الإنتاجية الفائضة مساحة كبيرة برأيكم تطبيق العقوبات على طهران سيؤثر بأسواق النفط خلافا للتصريحات الأمريكية التي تطمئن إلى عدم تأثيره بالأسواق لا ننظر إلى تصريحات السياسيين في الغالب ننظر إلى تحركات السوق ننظر إلى المضاربات ومراكز المضاربين إذا نظرت إلى مراكز المضاربين الكل الآن يوصي بأن ننتجها أن يكون لونغ في النفط هذا معناه أن السوق يترقب ولكن الأسعار تراجعت هذا الأسبوع من أعلى مستوياتها في أربع سنوات أستاذ وائل الأسعار أسعار النفط راجعت هذا الأسبوع من أعلى مستوى بأربع سنوات عادت للثمانين دولار بعد أن لامست سبعة وثمانين دولار لبرانت ولكن مرشح للصعود مرة أخرى إلى الآن ليس واضح بالنسبة للجميع الانقفاضات المستقبلية من أين سوف تأتي نحن إلى الآن ننتظر وطبعا هناك الولايات المتحدة الكل يتوقع أن الولايات المتحدة لن تزيد بشكل كبير عن إنتاجها الحالي من حقولها من الصخرية عندنا مشكلة كبيرة في البنية التحتية والمشكلة هذه قائمة إلى الآن ولن تحل حتى ننتصف العام القادم الأمر الوحيد الذي قد يساهم في حل المشكلة في السوق وعدد التوازن هو انخفاض الطلب حتى يتوازن مع المعروض الطلب نعم هناك مخاوف كثيرة على الطلب في العام القادم سبب ارتفاع الأسعار الآن نتكلم على 80 دولار للبرميل ولن يهبط إلى 70 دولار إذا بدأنا في الحضرة الفعلي على النفط الإيراني المتوقع أن يستقر على هذا السعر إلى أواخر العام حتى نرى الصورة الكاملة واضحة طبعا الطلب الكل الآن عدل توقعاته للطلب عندنا أوبيك عدلت توقعاتها خفضتها للطلب في العام القادم عندنا لوكات الطاقة الدولية خفضتها للعام القادم الكل خفضت توقعاته للطلب لكن في نفس الوقت أنظر مثلا لتوقعات الوكات الطاقة الدولية فيما يتعلق بالإنتاج من خارج أوبيك يتوقعون أن يكون هناك بعض الاتفاع من خارج أوبيك طيب الآن فالصورة ليست واضحة يعني هل سيكون طبعا والأمين العام لأوبيك محمد باركندو حذر أنه ممكن أن نشاهد مرة أخرى يعني زيادة شكرا أستاذ وائل مهدي الكاتب المتخصص في شؤون أوبيك كنت معنا من الكويت وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من عالم الطاقة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء